متابعين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا من عرض الثقافة والذي أردنا فيه فقط أن نستعرض هذه الصورة الغريبة التي التقيت لفتاة سنة 1891 التقيت هذه الصورة في بريطانيا العظمى لفتاة جميلة جداً ولكنك ربما ستندهش عندما أقول لك بأن هذه الفتاة ميتة نعم تم تصويرها ميتة وهي واقفة في ظل انتشار مثل هذه الصور في العصر الفكتوري التقطت هذه الصورة للفتاة بعد وفاتها حيث كان يتم حمل الميت على حامل حديدي وهو الذي يظهر أمامكم في الصورة حيث يثبت الظهر والرأس ثم بعد ذلك يتم فتح عيني الميت وتصويره في وضعه الطبيعي ثم دفنه بعد كل هذا نعم أعزائي هذه الفتاة التي ترونها واقفة أمامكم هي فتاة ميتة انتشر هذا النوع من الصور في العهد الفكتوري لدرجة أن الملكة فيكتوريا نفسها أقرضت منحة غريبة للشعب تتمثل في منحة تصوير الموتى وبهذه الطريقة أرادت الملكة أن تساعد شعبها في تصوير الأعزاء الذين يفقدونهم تخليدا لذكرهم حيث كانت تكلفة التصوير مرتفعة جدا في ذلك الوقت وفي عهد هذه الملكة بدأت تصوير الفوتوغرافي لدرجة أن فيكتوريا أعادت تجسيد أحداث زفافها فلبست مع زوجها نفس الثياب فقط حتى تحصل على صور فوتوغرافية لها ولزوجها بثياب الزواج كان الناس يخافون أن ينسوا ملامح أعزائهم ولذلك وفي تلك الفترة كانوا يصورونهم على هذه الشاكلة ظن منهم بأنهم يكرمونهم أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو نتمنى أن يكون قد أعجبكم إلى اللقاء في فيديوات قادمة تحياتي أنا فردوس حفظ رشيد إلى اللقاء